سترتيجية. إذا ما إننا جموش نجي واعلو مشروع قانون هذي كالرياضية واحنا ما مع هيكلة كاملة للمجال الرياض لأنه المشروع اللي جاء توى يعالج تقريبا نصف المشهد الرياض ومعالجت النصف الثاني المشروع اللي هو متروح اللي بش يتقدم لي مجلس النواب وتكلم عليه سيد كمالت قيش نعم اللي بش يتقدم وحنا عنا فيه رأي وبش نبعثوه للسيد الوزير بعثناي على الرياض الجمهورية بش نبعثوه للسيد وزير الرياضة بش نبعثوه لرئاس الحكومة بش نبعثوه لمس نواب الشعب يعني بعثوه لكم سيد محس بوسايين للاستشارك. معتوه مناش بصيفة رسمية اخذيتو بصيفة ودية. ايه لانه هذي من المفارقات الغريبة انه مشروع يتبعث للرئاسة يتبعث لرئاسة العكومة ونحكيوه عليه ما يتبعثش بصيفة رسمية للجنة الولمبية وما يتبعثش للجامعات الرياضية. يخي خلينا نتفهموا في حاجة. الحركة الرياضية والولمبية منشكون متكونة? متكونة من الجامعات ومن اللجنة الولمبية. الوزارة هي السلطة السياسية اللي يتمثل الدولة اللي تسر على وضع الاستراتيجية العامة للرياضة. اما المنفذين والمنجزين هما مكونات الحركة الرياضية والولمبية. وهذا القانون يجب ان يكون قانون متناغم مع القوانين الدولية اللي يتنظم الرياضة في العالم. على خاطر القانون الرياضي في العالم سيتان درواء سبورتيف ترونز ناسيونال. وذي الكلمة نأكد عليها ترونز ناسيونال موضعوش الدول. هو خارق للدول. لانه وضعته اللجنة الدولية الاولمبية. وفرضته على دول. سبرا احدا المشروع الحالي هو في تضارب كلي مع كل قوانين الهاكل الدولية وخاصة مع قانون لجنة الدولية الاولمبية. وسيورت البلاد التونسية وورتها لا مخرج منها. وخليني نقول للسيد الرئيس على المباشر. نقول له انا معاك انه لثمين ما تفرضش علينا. وما نخذعوش للاملاءات. والنجم ندوره في احوالينا. واللمه من البنوك. واللمه من الاداءات. وكان الزم الشعب التونسي كل يشارك فيه تمويل الميزانية وانا معاه في هذا. وهذه سيادتنا. اما نقول له حاجة. اذي الافة مين نجمه نقول له ما تعتنيش ما نخش من عندك او عندي مني ناخه. ولكن مخلفة القوانين الدولية اللي تنظمها اللجنة الدولية الاولمبية والاتحادات الرياضية الدولية. ولهما يحكموا في المشهد الرياضي. تعرف لكان نخالفوه شي يترتب عليها. يترتب عليها يقول لك لي انا منفروضش عليك اذيك السيادتك انتي حر. اما ناويش بيش نعمله. نخرجك من المنظومة متاعي. نسكر لك الحدود الرياضية. ما عادش عندك حق تقبل. وما عادش عندك حق تخرج وتشارك. لكن السيد الرئيس يقبل بعزل الشباب التونسي. والرياضة التونسية. ويدخل في مشاكل. نحنو في غنان عنها. وعننا الوسائل بيش نتلفاها. وما ندخلوش فيها. فسرنا كيفاش هذي الكل. هذي الكل مستعد بش نفسره. ولكن يقتضيه ساعات ويقتضيه ندوات ويقتضيه جلسات. الى حد الان وزارة الرياضة ممشيتش في هذا التمشي. مع حبي واحترامي وتقديري للسيد الوزير اللي نعتبره ابن العائلة الرياضية. ولكن الان لحظة تاريخية والتاريخ مايرحمش. وقت اللي نلعبه بقانون بهاته الخطورة. رجل القانون ساعة وزير اه رياضة. بعد الاخبار هبش ناجح.